قبل ما نتكلم عن الترتيبات الأمنية نشرح لسادة المشاهدين هذا المحور سبب تسميته بهذا الاسم وموجود فين بالضبط محور في ليدليفيا بيمتد من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا هذا بطول 14 كيلو متر بالضبط ما بين مصر وقطاع غزة هذه المنطقة بموجب اتفاقية السلام الموقعة في العام 79 ما بين مصر وإسرائيل يفترض أنها منطقة عزلة كانت هذه المنطقة وهذا المحور تحت السيطرة الإسرائيلية خاصة بعد الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة في العام 2005 حصل ما عرب بخطة فك الارتباط عندما قرر الاحتلال الإسرائيلي موادرة القطاع وفي هذا التوقيت تم توقيع اتفاقية أمنية مع القاهرة بتضمن إسناد المسؤولية الأمنية لهذه المنطقة العزلة للدولة المصرية وكان هناك ترتبات أمنية تضمن 12 750 جندي مصر وهي قوة شرطية وليست قوة عسكرية يعني كان تم الاتفاق على طبيعة التسليح الخاصة بها وهذه القوة كان مموض بها تأمين هذه المنطقة من العمليات الإرهابية وما يحدث من جرائم على الحدود بالفعل قامت الدولة المصرية بتأمين هذه المنطقة لكن بعد فوص حركة حماس في الانتخابات التشريعية في العام 2006 سيطرت حركة حماس على هذه المنطقة وأصبحت حماس أو الحكومة الفلسطينية التي تم تشكلها في 2006 هي المسؤولة عن تأمين هذه المنطقة طبعا مع تطورات الأحداث وبعد عملية التفان الأقصى والممارسات الإسرائيلية على القطاع وسعي إسرائيل إلى الإمساج بكل المفاصل والمداقل التي تؤدي إلى قطاع غزة أصبح هناك حديث إسرائيلي الآن لإعادة السيطرة على هذا المحور من جديد لكن في الحقيقة أني الأمر لن يكون طبعا عباسيا هناك هذا الأمر لإعادة سيطرة إسرائيل على محور في ردليفيا مجددا أصور أني بيتطلب ترتبات سياسية وترتبات أمنية خاصة هناك اتفاقية موقعة مع مصر في العام 2005 إضافة إلى أني الحقيقة أني مساعي إسرائيل للسيطرة على هذا المحور وحرص إسرائيل الآن وبذلاء كل ما يمكن من جهود للسيطرة على قطاع غزة بيسير الشكوك في هذا التوقيت يعني خاصة أني إسرائيل بتسعى إلى موضوع التهجير وتسعى إلى طرد سكان خطاع غزة هناك شكوك في الحقيقة حول الترتبات الإسرائيلية سواء من النهاية السياسية أو الأمنية وأصدر أن هناك انتباه لدى الإدارة المصرية في هذا السياق المزعم الإسرائيلية بتقول أنه الهدف من الفكرة من طرح فكرة السيطرة على هذا المحور أنه بعد سيطرة حماس عليها لفترة كانوا تم حفر مئات يمكن نوصل لألاف الأنفاق وهي اللي كانت بتمثل سوريا الحياة للموجودين أو للمقيمين الفلسطينيين موجودين في قطاع غزة اللي بيعد يعني عددهم أكثر من 2 مليون فلسطيني فهم متخيلين أنه ما زالت هناك العديد من الأنفاق وأنه بالسيطرة على هذه الأنفاق قد يعني يسرعوا وطيرة الحرب أو العدوان على غزة حسب المزام الإسرائيلي شوف الحقيقة أنا تأديري أني الطرح الإسرائيلي منذ عملية 7 أكتوبر ودخول إسرائيل إلى قطاع غزة والتواغل البري والمجازر والجرائم التي ارتكبها لإحتلال إسرائيلي في قطاع غزة بتكشف عن زيف هذه الإدعاد إسرائيل طوال الوقت تحاول أن تبرر جرائمها في القطاع إسرائيل طوال الوقت تحاول أن تبرر العمليات العسكرية التي تقوم بها أنا في تقديري أن الأهم أن إسرائيل تحاول تبرير فشلها في العملية العسكرية التي أطلقتها على قطاع غزة إسرائيل في البداية وكان هناك بالمناسبة حجم ثقة كبير لدى المجتمع الإسرائيلي في الجيش الإسرائيلي وفي قوته الأمنية أنه يستطيع أن يحقق انتصار سريع على المقاومة الفلسطينية وبالتالي كانت الأهداف المعلنة في هذا التوقيت القضاء على حماس تدمير الأنفاق الإفراج عن الأسرة الحقيقة مع بدء العمليات العسكرية وبدء المواجهات والمواجهات المضادة ما بين المقاومة ما بين إسرائيل حتى هذه اللحظات لم تستطيع إسرائيل أن تحقق إنجاز ملموس على الأرض يعني لأول مرة نتنياهو قبل أول من أمس يعترب بأن الكلفة البشرية كبيرة وأن هناك الخسائر بشير كبير وأن يشاطر يعني ضحايا العائلات والذين فقدوا أبنائهم في هذه المواجهات حصلت إسرائيل على دعم غير مسبوق من الولايات المتحدة والقوى الغربية بعد عملية طفان الأقصى على المستوى السياسي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عطلوا كل القرارات التي قدمت في مجلس الأمن الوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية على المستوى العسكري الولايات المتحدة الأمريكية قدمت معونة 14 مليار دولار لإسرائيل وقدمت الكثير من الأسلحة لإسرائيل وتم إرسال مستشارين عسكريين إلى إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية روجت للسردية الإسرائيلية عن ما يحدث في القطاع وجانب من الإعلام الغربي تبنى السردية الإسرائيل ومع ذلك حتى هذه اللحظة لم تحقق إسرائيل إنجاز ملموس يغير المعادلة الأمنية والسياسية في قطاع غز إسرائيل دائما كانت تذهب إلى حرب خاطفة تحقق إنجاز ثم تعود اليوم الحرب دخلت يومها السمانين ولم تستطع إسرائيل أن تحقق ما ترجوه من أهداف وبالتالي هنا فكرة التحول في خريطة الأهداف التي كانت بتطرح إسرائيل اليوم التحدث عن سحب جانب من القوات العسكرية من القطاع وبالفعل تم سحب جزء من أحد الألوية الحديث عن عمليات نوعية الحديث عن الإمساج بمداخل قطاع غزة سواء من ناحية الحدود المصرية مع القطاع أو من ناحية معبر كرام أمو سالة أو من أي اتجاه خنق القطاع والسيطرة على كافة المعادلة